سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة خصوصا ما يتعلق بالتنمية بترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات والتكنولوجيا الشمول المالي وجه سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي